وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بشأن حضر زواج الأطفال اتساقا مع نصوص مواد الدستور وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية نص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية ولا يجوز التصادق على العقد المذكور ونص القانون على معاقبة المشاركين في زواج الأطفال سواء بدعم هذه الخطوة وتوفير الأطر الخاصة بها بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري مزيد معنا سمر الحسيني الناشطة الحقوقية عبر سكايب ناسيتونيا أهلا بك معنا وسادة سمر بداية إذن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع على مشروع هذا القانون بداية كيف تنظرون لمشروع هذا القانون وكيف تقيمون ما نص عليه من عقوبات سيد خير على حضرتك هما بدأين بشكل عام يمكن دي حاجة إجابية قانون حاجة إجابية دايماً مع التشريع مع تقنين الزوهر الزيدي بس كمان القانون لازم يقفي عقوبة رضعة وأنا ما بعتقدش أبداً أنه سنة هي عقوبة رضعة لأنك تقريباً بداية حياة طفل يعني سواء الطفل ده يعني جوزوه عشر أو اثنى عشر سنة أو أكتر حتى لو ستتاشر أو سبعتاشر سنة بس مرة تانية أو حاجة إجابية أني يبقى في قانون القانون لمس مواد كويسة مدخر عناصر أكتر فيما يتعلق بالمشاركين في العملية والمحردين كمان عليها وزيحة إجابية ولكن أعتقد أن هناك مشكلة شوية في نوع العقوبة اللي هي السنة والغرامة المالية الغرامة المالية إن كانت كويسة بس السنة ما هي العقوبة الرادعة برأيك؟ السنة ليست كافية؟ مش أقل من خمس سنين إذا كنت أدعي حياة طفل مش أقل من خمس سنين يعني من وجهة نظري وبعتقد أنه الأهم من يعني مهم طبعاً القانون بس كمان مهم أنه يبقى فيه توعية أكتر بالموضوع يبقى فيه منقشات أوسع سواء في الإعلام اللي بيقدم حاجات غريبة في رمضان يمكن لما يناقش قضايا زي دي يبقى حاجة إجابية أكتر يمكن لما يتعامل حملات مثلاً من المجلس القومي للمرأة يعمل حملات فيما يتعلق بالتوعية بزواج الأطفال وضد ده وغيره وغيره يمكن ده يبقى مفيد يمكن لما يبقى فيه حالة مجتمعية أكتر فيما يتعلق بمنع الجواز الأطفال هل تعتقدين أن توقيت القانون جاء مناسباً أم أنه تأخر هذا القانون؟ هو دايماً إحنا القوانين عندها في مصر بتتأخر ده العادي يعني يعني ما فيش قانون بيطلع في وقته أو في اللحظة اللي فيه احتياج واضح لي ويمكن مسألة دايماً زواج الأطفال والفترة الزمنية اللي ممكن تبقى مناسبة للسماحة للأدخل فيها بالجواز من عدمه شغلت حاجة كبير من حتى الحاجة في مصر في فترات طويلة فالقانون التأخر إلى حد كبير فيه حاجة دي في المجتمع المصر من السنين يعني مش من اللحظة دي من عقود تبقى كمان طيب هل هناك أي إحصاءات بزواج الأطفال والقاصرين يعني بحيث أفطرت الجهات الرسمية إلى إصدار مثل هذا القانون الآن بما نص عليه من عقوبات مش هكذا بقول لنا عندي إحصائية واضحة بس اللي أنا عارفاها أنه في قطاعات محددة في المجتمع المصري الظاهرة دي منتشرة فيها يمكن حتى الظاهرة دي يمكن بقت محدودة أكتر في متعلق بالأطفال الأصغر سنيا بس مثلا من 14 15 16 ابتدى يبقى فيه انتشار أكتر للظاهرة دي خصوصا في الفترات الأخيرة مع احتدام الأزمات الاقتصادية وغيره وبقى ده مثلك أسهل لأسر كتيرا أنه تبجوز خصوصا للمرأة يعني والبنات تبجوزها وتبقى في كنف رجل تولى أمرها ماديا يعني ونتخلص إحنا من العبء ده فأعتقد أنه يعني كمان حتى الإحصائية اللي هتبقى موجودة مش تبقى شاملة لأنه في حالات كتيرة يمكن ده عنصر في حالات كتيرة بتحصل من غير ما يتم التسجيل عنها أو التبليغ عنها إلى جانب أنه في حالات كتيرة اللي هي فكرة التسنين اللي موجودة كتير في أماكن الدلتا في المحافظات الإقليمية أكتر في مصر ويمكن لازم يبقى في رقابة أكتر وأكتر على العملية دي بالتحديد إن كانت أصلا في ظل الرقم القاومي ومشاهدات الرقم القاومي إذا كان لها معنى أصلا يعني ليه يبقى فيه أصلا تسنين طلع شاهدة رقم قاومي عادي كل الأطفال بتسجل تقريبا دلوقتي في مصر فيمكن دي المناطق اللي هيبقى فيها أنت شرلز ظاهرة سمر الحسيني الناشطة الحقوقية كنت معنا عبر سكايب من السيتونية شكرا جزيلا لك